تدبيلت السمك زيت ولمون على أصولها سواء على الفحم أو على جريلة أو في الفرن هنعمل أحلى سمك بهالي نسبة زفورة والتدبيلها سبتة معنا بس بتنسوش اللايك والشير والكومنت ولو ما اشتركتوش أحيب أفكرهم بعد ما روأنا السمك من الزعنف والقشر وفتحنا البطن ونضفناها وعلشان نضمن نضافة ممتازة يبقى الأفضل نستخدم فرشة السيناء أو في فرش صغيرة ممكن نستخدمها وهتساعدنا كتير في التخلص من أي سواد وزفورة وهتطلع معنا السمك شمع من جوه وطبعا ما ننساش نشري الخياشين وما كانش فيه ده عجيب مراحل النضافة دي كلها كلنا عارفينها بس في تركيا حبيتها سيبها قدام الكاميرا فيه كتير مننا بينساها أو ما يعرفوش في آخر تجويف البطن من فوق بيكون فيه غشاء لازم نفتحه بالشكل ده علشان بيكون تحت منه دم نغسله ويبقى كده تخلصنا من أعلى نسبة زفورة ونبدأ نفتح السمك بالشكل ده علشان يتابل معنا مظبوط واللحم ياخد من التدبيلة وفي نفس الوقت نضمن تسوية مظبوطة ناهيكم عن أن طبعا بيدي شكل جميل للسمك بعد التسوية خلصنا السمك بينا نجهز التدبيلة معنا حباية فلفل رومي بارد على حباية فلفل أحمر وقرن فلفل حار يدينا سينا سبايسي على عشر فزوس من الطوم يكون كبار ونص حزمة باقدونس على شبت وعليهم بربع كباية زيت ولو متوفر زيت زيتون هيبقى أفضل بكتير على نص كباية عصير لمون وتلات معلق كبار مستردة أو الخردة علشان في بعض من أخواتنا معروف عندهم بالخردة ونرجع لوصفتنا ونبدأ ناديف التوابل معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة كزبرة عليهم بمعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة في الفلسو وأخيرا معلقة كبيرة من الكمون وشكرا منش عايزين أي توابل تاني ولو حبنا نجود ونضيف ممكن معلقة صغيرة من توابل السمك وعليهم بنص كباية ماء نمشي بها الخلاط وممكن نعمل الشغلانة دي في الكبه وبكده احنا جهزنا تدبيلة هتكفل 2 كيلو سمك بالضبط بدون منهضر هننزل بالتدبيلة على السمك ونشيل منها شوية 100 كباية هنحتاجها بعد شوية ونتابل السمك مزبوط من جوة ومن بره وندخل التدبيلة في الفتاحات اللي فتحناها علشان نزبط الكلام تماما وبعد ما تدبيلنا السمك هنركنه ساعتين ثلاثة كل ما يقعد في التدبيلة هيحلقه وطبعا هيكون في التلاجة خصوصا في الصيف ونروح نجهز الخضار للحش وفرشة الصينية هنقطع نص كيلو بصل في حدود 5 بصلات أي قطعية بتحبوها وننزل بهم في الصينية وعليهم بمعلقة ملح ومعلقة صغيرة من السماء السماء في مزازة وهيعلل مزازة معنا في الخضار بشكل خطير هيعجبه ونديهم دعكة كويسة مع بعض نخلي البصل يجيب شوية من ميته ونلفه كويس بالملح والسماء وعليهم بحبيتين فلفل رومي وحبيتين فلفل ألوان ولو مش متوفر فلفل ألوان هنستخدم لأغدر مش هيقول لا وعليهم بتلات قرون فلفل حار أو حسب رغبتكم بس الفلفل الحار سيد الأكل مش كده ولا إيه ننزل بخمس حبات طماطن على جزرة كبيرة نكون بشرينها بشرة خشنة ونضيف نصف كبات زيت وننزل بكبات التدبيلة اللي كنا محتفظين بها في الأول ونضيف نفس التوابل اللي استخدمناها في التدبيلة بس من كل نوع نصف معلقة صغيرة كامون على كسبرة على فلفل اسود وبابريكا ومننساش نصبط الملح للخضار وده حسب رغبتكم ونولف كله مع بعض تمام ونشيل شوية من الخضار لحشو السماء واللي حابب ما يعملش خضار عادي هندن الصينية بشوية زيت عشان السمك ما يلزقش مننا وعلى الفرن على طول واللي حابب يعملها بخضار ويضيف حبتين بطاطس برضو عادي وبعد محشينا السمك بالشكل ده حط الراس لا ننساش نجار نشصانية بشرايح اللم وندهن وش السمك بالزيت علشان الوش يطلع معانا مزنهر وجميل وبعد ما سخننا الفرن بتاعنا تمام هندخل بالصينية على درجة حرارة 180 ولو الفرن عندنا ملوش تايمر هنزبط الحرارة فوق المتوسط من نصف ساعة ل40 ديئة وطبعا كل حجم سمك ولمدة التسوية بتاعته عايزين ناخد بالنا من النقطة دي ولو حجم السمك اللي هنستخدمها صغير يبقى نغطي الصينية بورقة فويل اول ربع ساعة في الفرن عشان السمك مينشافش مننا ونضمن تسوية مزبوطة للخضار وزي ما قلنا في المقدمة التدبيلة اللي جاهزناها دي هي اللي لو حبينا نسوي السمك على الفحم او على الجرل هتبقى معانا سبتة وبس كده وبعدكم انكم هتاكلوا احلى سمك بتدبيلة الزيت واللمون وانتم هتجربوا وبقال لنسبة زفارة هتكون مرضية لكم ان شاء الله علشان من المستحيل نقول سمك من غير زفارة مش كده ولا ايه ولو لسه مكملين معايا يبقى شكرا كتير لكم وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد سلام